اشتركوا في القناة توقعتنا اليوم الاثنين عشر شباط عشر اثنين القمر طبعا رح ينتقل للعذراء اغلب النهار رح يكون موجود في منزلة العواء منزلة الربح والحرية والزواج طبعا القمر لما بكون في العذراء منعود لطبيعتنا الجادة ومننتبه اكثر لصحتنا بممارسة تمارين رياضية او البدء بحمية بتساعدنا على الحفاظ على وزن مناسب منقبل على عملنا بهمة ونشاط ما منترك لا واردة ولا شاردة دون تفحيصها وتمحيصها والتدقيق بها نجد ان عنصر التنظيم في عملنا بلعب دور هام نشعر ان الناس شويش عندهم نوع من البخل في عطاءهم ماديا وعاطفيا ممكن انه نتفقد انفسنا ونتوهم ان شوية انه عنا شوية مراض عنا هنا في اشي هاي طالع اللي من هون مش عارف ايش يعني اشياء ما في وجود الها ولكن من دقيق على الشغلات الصغيرة طبعا هاي الفترة تعتبر هي افضل فترة للتخلص من العادات السيئة كالتدخين وشرب الكحول بوسع كو اقتناء حيوان اليف او مطالعة كتاب مفيد او البدء بوظيفة او عمل جديد طبعا ليش حكينا انه القمر في العذراء وهو لسه احنا هسه مبلشين بفترة خلوه مسار لانه خلوه المسار بدأت ساعة اربعة وثمان دقائق بتوقيت جرينتش مساءا يعني هسه ساعة ستة وثمان دقائق بتوقيت الاردن يعني الان فترة خلوه مسار او بده يبدأ خلوه المسار ورح يستمر لغاية الساعة احداش وثمانية وثلاثين دقيقة بتوقيت جرينتش يعني بعد منتصف الليل على الوحدة وثمانية وثلاثين دقيقة بتوقيت الاردن بكون انتهى خلوه المسار واستقر القمر في العذراء طبعا فترة خلوه المسار اللي هي طبعا من الان لغاية ساعة احداش وثمانية وثلاثين دقيقة بتوقيت جرينتش هاي فترة سلبية لا تصلح للبدء باي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيء ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلوة المسار بما انه رح ينتهي خلوة المسار الساعة 11 و 38 دقيقة بتوقيت جرينيتش بعد منتصف الليل بيكون اول زاوية رح تتشكل هي صباحا زاوية تتليث ايجابية بين القمر و اورانوس رح تكون الساعة 4 و 31 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر مننا ما هو غير متوقع اتجاه البعض اما الزاوية التي تليها هي زاوية تقابل سلبية بين القمر وعطارد رح تكون الساعة 52 دقيقة بعد العصر بتوقيت جرينيتش بعض الاشخاص بشغله فكرهم في استحضار ذكريات من الماضي لا طائل منها وبتجعلهم مزاجي طبع بما ان القمر رح يكون في العذراء معناة خلو المسار القادم رح يكون يوم 11-2 في تمام الساعة 6 و 25 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش وبيستمر حتى تمام الساعة 11 و 36 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش لينتقل بعد القمر الى الميزان عمر القمر 17 يوم في تمام الساعة 44 دقيقة عند غروب الشمس تقريبا بتوقيت جرينيتش بصير عمره 18 يوم نسبة الاضاءة 98% لانه بدأ بالانحسار بالنسبة لتواجد الكواكب وتحركاتها ومزاجها الشمس في الدلو حتى 19-2 مزاجها ممتزج وحكينا ممتزج يعني يتقلب بين السعادة والنحوس طول اليوم فعشان هيك منحكي ممتزج القمر في العذراء حتى 11-2 المزاج ممتزج عطارد في الحوت حتى 17-2 هو رح يبدأ عملية التراجع يوم 17-2 المزاج ممتزج الزهرة في الحمل حتى 5-3 المزاج سعيد المريخ في القوس حتى 16-2 المزاج سعيد المشتري في الجدي حتى 14-5 وبعدين بيبدأ عملية التراجع برضو في الجدي المزاج سعيد الزهل في الجدي حتى 22-3 وبعدين بنتقل للدلو المزاج سعيد أورانوس في الثور حتى 15-8 وببدأ عملية التراجع تبعته يوم 15-8 مزاجه سعيد نبتن في الحوت حتى 23-6 بعدين بيبدأ عملية التراجع المزاج سعيد بلوتو في الجدي حتى 25-4 وبعدين بيبدأ عملية التراجع المزاج سعيد طبعا بالنسبة للتوقعات استشرنا الجميع يعني عملنا زي استفتاء وجدنا أن الجميع حابب أن التوقعات تكون بصورة أنه نحن نحكي القمر ونحكي خارطة فلكية فأنا اليوم رح ألبي لكم الدعوة هاي وإن شاء الله أنه على حسب طاقتي بحاول أنه أعملكوا إياها يعني إذا مش بكل يوم ولكن أنه بنحاول أنه نخليها لو أنه بدي أشرحها وأشرح فترة معها لأنه الفترة القادمة إن شاء الله رح يكون في تجهيزات لليه التوقعات الأسبوعية شوي بتخفف العبء علي أنا في توقعاتي اليومية طبعا هو كالمعروف أنه أنتو بتسمعوا برجكو بتسمعوا طالعكو لأنه إحنا بنحكي عن البرج وعن الطالع خلينا نروح للتوقعات ونشوف إيش التوقعات بتحكي لنا برج الحمل بما أنه القمر موجود في العذراء يعني في البيت السادس يعني بيت الصحة بالنسبة لتوقعاتنا لحركة القمر إيش اللي بتعطينا إياه بيتراكم فيها العمل أكثر من المعتاد تجدوا صعوبة في إنجاز الكثير منها انتبهوا جيدا إلى صحتكم حاولوا إيجاد الحلول وعلاج المسائل الطارئة للتوصل إلى اتفاق ابحث عن حليف أو دعم واتجنب الإساءة إلى أصدقائك وشركائك حاذر من التراجع الصحي أما بالنسبة لتوقعاتنا على حسب الخارطة الفلكية البيت الأول بيت الشخصية شوي أنتو عصبيي المزاج عندكو حدية في طباعكو عندكو نوع من الإرهاق أو نوع من التعب أو الوهم ما عندكو النشاط أو الحماس الكامل بالنسبة للبيت الثاني بيت المال شوي عندكو حضوض اليوم ممكن من عمل إضافي أو دعم أو على شكل هدية بيت التنقلات يعني ما في أي إش سلبي إلا في ساعات الظهر بدكو تنتبهوا أثناء القيادة أو أثناء الحديث لأنه شوي ممكن تم فهمه بشكل سلبي ويأثر هذا شوي على علاقاتكو لأنه ردات فعلكو رح تكون شوي صعبة على مستوى البيت الوضع إجمالا طول النهار رح يكون إيجابي أو ما في لا إيجابية ولا سلبية إلا في ساعات الظهر شوي الأمور بتتحسن يعني بصير فيه نوع من أنواع الإيجابية بدون تقريبا ثلاث ساعات وفي ساعات المساء شوي نفسيتك بتكون مش مرتاحة داخل البيت أو فيه إشي رح ينكد عليك أو يخليك تعصب شوي إشي إلو علاقة في البيت أو فيه أعطال في المنزل أو فيه مع أحد الأبناء بالنسبة للبيت الخامس نفس الشيء يعني تقريبا الأمور مستقرة يعني لا فيه إيجابية ولا فيه سلبية بالنسبة للعواطف البيت السادس شوي فيه بضغط على الصحة في ساعات العصر ممكن تعب بسيط أو آلام بسيطة ولكن بتتلاشى البيت السابع علاقاتك مع الشركاء في العمل يعني بعطيك إيجابية حلوة ممكن أن يكون لك مكاسب أو إنجزات أو توقيع أوراق شراكة أو متعامل مع شريكك في المنزل شريك العاطفة يكون ممتاز وإيجابي بالنسبة للأمور اللي إلها علاقة بالبيت الثامن ديروا بالكم من فقدان أوراق مهمة أو نسيان أغراض لإلكوا أو ضيع أشياء أنتوا بتمتلكوها أو شوية ذكريات قديمة ممكن إنهثير أعصابك وتخليكوا تخرجوا عن طوركو وتعصبوا وما تحبوا أنكوا تذكروها بالنسبة للبيت التاسع اللي عنده امتحان أو مقابلة أو حاب اليوم أن يقدم على سفر أو هجرة أو هذا ممتاز جدا اليوم هذا عندكو اتصالات كبيرة ممكن إشي إلو علاقة بدراسة أو بسفر أو مع ناس خارج البلاد نشاط كبير بالنسبة للبيت العاشر عندكو اللي هو المركز الاجتماعي أو أشياء إلها علاقة بالشؤون الاجتماعية أو الدوائر الحكومية أو السياسية يعني شوي وعلاقاتكو برؤساتكو بالعمل هاي ممكن شوي يكون فيها نوع من أنواع الاضطراب أو العصبية أثناء التعامل معهم بيتكو 11 يعني شوي هيك رغباتكو أمانيكو فيها نوع من أنواع الصعوبة ممكن أنه يزعل منكو صديق معين أو يستفزك شخص في أثناء مناسبة أو دعوة فهذا يثير الحفيدتك أو عصبيتك فأنت تخرج عن طورك بالنسبة لبيت المتاعب شوي في ضغط عليك فعشان هيك بدك تنتبه لصحتك وما تجهد حالك كثير لأنه ممكن في أي لحظة أنك تحس أنه أنت فاقد لطاقتك وتشعر أنه أنت مرهق وحب أنك أنت ترتاح برج الثور اليوم بتظل رغبتكم قوية في التقرب من أحبائكم وإيجاد قاسم مشترك بجمعكم فيهم بحيطك الفلك بالحيوي والحماس لمتابعة المساعي والتواصل مع المحيط ممكن يكون هذا من أفضل أيام الشهر قمرياً وأوثرها حظاً بتشعر بالطمأنينة والراحة أما بالنسبة لأخارتك الفلكية بتحكي لك أنه اليوم أنت شوي عندك نوع من أنواع النشاط عندك نوع من الحيوية وعندك يعني هيك نوع من الكريزمة أو مشحون بالطاقة شوي مالياً ممكن اليوم تحصل على هدية أو على جائزة أو على دعم مالي أو أنك تحل مسألة مالية راح تحافظ على فلوسك يعني مش هالكثير عندك هالمصاريف ولكن شوي أنه أنت بتفكر في الأمور المالية بشكل إيجابي بالنسبة لتنقلاتك يعني مطمئنة ما في هالإشي اللي بيخوف إلا في ساعات العصر بدك تنتبه أثناء القيادة ما تتهور ممكن يصير عندك عطل في جهاز إلكتروني أو في حاسوبك أو في هاتفك أو في سيارتك مثلا أو إنها تحتاج لصيانة ولكن إنه ما بدك نوع من أنواع المغامرات بالنسبة لوضع البيت هادي جدا يعني ما فيه لا شيء لا سلبي ولا إيجابي الوضع مستقر بالنسبة لبيتك الخامس العاطفي أنت اللي بتتحكم فيه يعني نفسيتك هي اللي بتفرض الواقع اللي أنت فيه ما فيه برضو أشياء سلبية عليه ولا أشياء إيجابية يعني بتكمل الروتين المعتاد بالنسبة لبيتك السادس يعني ممكن ساعات العصر هيك شوية تحس إنه أنت عندك نوع من أنواع التعب أو الإرهاق أو التلبكات المعاوية أو تهيج بالقولون فبدك أنت شوي تهدي من أعصابك ما تنفعل يعني الأمر طبيعي مش بحاجة لكلها العصبية الأمور اللي إلها علاقة بالشراكة المالية والعاطفية يعني ممتازة شوي في نوع من الحضوض عندك شوية إجراءات أو توقيع معاملات أي شيء العلاقة بارتباط أو خطبي أو زواج أو مناسبة أنت مدعولة إلها برضو ممتازة جدا البيت الثامن بيدل على أنه أنت إما رح تطالب في أشياء أنت داينتها لأشخاص اليوم بدك تطالب فيها ممكن أنت عندك أشياء قديمة اليوم بدك تحاول أنك تنهيها وتحسمها الوضع إجمالا هو لصالحك رح يكون وممكن يجيك أموال من وراء تعويض أو دعم خارجي البيت التاسع اللي عنده امتحان أو عنده مقابلة أو إلو اتصالات كثيرة لا رح تكون معك خلال الفترة هاي يعني مش بس اليوم هي مستمرة لأيام أو اللي يحاب أنه يدم لأشي إلو علاقة بالسفر أو الهجرة الفترة هاي مناسبة استغلها لأنها إيجابية جدا بالنسبة لبيت السمعة ومركزك الاجتماعي شوي ممكن يكون عندك بعض المعاملات القانونية أو الإجراءات الحكومية علاقتك برؤسائك بالعمل ممكن شوي يكون فيها نوع من الحدية بدك تمسك أعصابك ما تتهور ما تنرفز ما تعصب ما تخلي حدا يستفزك لا من زملائك ولا مديرك بالنسبة لبيتك 11 يعني شوي عندك نوع من الأحلام خلال هذا النهار الأماني عندك نشاط اجتماعي مع أصدقائك ممكن تكون مدعو لحفلة أو لمناسبة والأمور رح تمشي بالشكل اللي أنت بدك إياه ورح تكون مبسوط وسعيد جدا في هذه المناسبة أما بالنسبة لبيت متاعبك بدك تحذر من بعض الأوهام أو بعض التوترات العصبية اللي برضو حذرنا عنها يعني شوي في بيتك السادس لكن مش إنه هالإشي القوي وبدك تحذر إنه حد يكون يتصيد لك بالكلام أو الأفعال على أساس إنه يحاسبك عليها أو يشعرك إنك أنت أخطأت أو إنك أنت في شيء غلط أنت يعني بتتصرف فيه فبدك تكون حذر من الأشخاص اللي حواليك وما تثق في أي حد غريب وما تبوح بسرك لأي إنسان لأن الفترة هاي رح تكون سلبية إلك برج الجوزاء بتنشغلوا في تنظيم أموركم البيتية والعائلية بوسعك وإدخال أي تعديل مطلوب على مساكنكم بتشعروا ببعض الحزن والتعب بتبحث عن ملاذ آمن أهم إشي لا تنتقد أقرب الناس إلك بتلمس نوع من أنواع التوتر على الصعيد العائلي بسبب كثرة الضغوط والأمور الطارئة هاي بالنسبة لتوقعاتك القمرية أما بالنسبة لتوقعات على حسب الخارطة الفلكية بالنسبة لبيتك الأول شوي أنت نفسيتك مش مرتاحة حاس أنه أنت ما عندك الثقة الكاملة بنفسك أنك تنجز أو تعمل أشياء خلال هذا النهار كأنك بتعيش بروتين أنت بتقلب فيه مثل ما بدك يعني ومسيطر عليك هذا الإحباط أما بالنسبة لبيتك الثاني لو انطلقت واستغلت الفرص اليوم رح يكون عندك إنجازات كثيرة إما على الصعيد المالي أو على الصعيد العمل الإضافي أو دعم خارجي أو هدية ممكن تجيك وممكن أنك أنت ترتب أمور إلها علاقة بالقروض البنكية أو الأمور اللي إلها علاقة بالفوترة سداد الديون أو سداد الفوتير عندك تنقلات وتحركات أهم إشي أنه أنت في ساعات ما بعد الظهر ما تتهور وما تغامر بالقيادة الأمور مطمئنة فممكن إنه شوي هيك يصير عندك عطل مفاجئ إما بسيارتك أو بجهاز إلكتروني أو في شيء بتعلق فيك مثلا لا سمح الله شيء بجهازك العصبي توتر عصبي صداع ألم بالمعدة بالقلون شغلات زي هيك بالنسبة لبيتك الرابع الوضع يعني مستقر تماما وضع البيت مش هالإشي الخطير اللي إحنا مننبه منه بالعكس الأمر روتيني جدا بتتعامل معه بروتينية عادية جدا أمرك على مستوى أحبابك الشوي في نوع من أنواع المشاحنات ممكن تكون مع أحد أبنائك يستفزك بكلمة أو أحد أفراد العائلة أخ أو أب أو أم بالنسبة على المستوى الصحي أمورك ممتازة على اللي بده يحاول أنه يقدم لعمل أو حاب أنه يقدم لعمل جديد اليوم هذا برضو في حضوض لإلك دعميتك على مستوى الشراك المالي والعاطفي الأمور مستقرة أمور بالعكس يعني أمور ممتازة جدا واللي على علاقة غرامية ممكن يطوروا حالهم لمرحلة إيجابية زيادة أو تحديد وقت للارتباط البيت الثامن ممكن تلاقوا أشياء أنت كانت ضاعة منكو أو أشياء كنتوا فاقدينها في الفترة الماضية اليوم تجدوها ممكن ذكريات أو أمور حوارية العلاقة بالدين أو بالفلسفة تطرق على الساحة فأنت تكون نشيط فيها اللي عنده امتحان أو عنده مقابلة أو عنده سفر اليوم الأمور بتمشي بشكل طبيعي جدا ما في أي مخاطر بالعكس الأمور يعني منقدر نحكي أنها أمور محايدة يعني لا فيها سلبية زيادة ولا فيها إيجابية زيادة أي أمر طبيعي على حسب ما بتجتهد فيها بتحقق بالنسبة لبيتك العاشر حاول أنك تمسك عصبيتك من الأشخاص اللي بتعرفهم أو أثناء تعاملك مع الناس اللي بتعرفهم لأنه شوي عصبيتك حد شوي في المناسبات الاجتماعية وفي الدعوات فهذا الإشي ممكن يستفزك بالنسبة لبيت الأماني والرغبات يعني والصداقات دير بالك أنه ممكن ردة فعلك هي تخسرك صديق لأنه عصبيتك وردات فعلك حكينا أنها شوي سريعة راح تحس أنه زي ما حكينا ببيتك الأول أنه أنت ما عندك طاقة فبرضو في بيتك بيت المتاعب ما عندك طاقة كثير كأنه أنت بترغب في الراحة أو بتحب اليوم أنه أنت تأخذ يعني مش بنشاطك الكامل بالعكس يعني عندك نوع من أنواع التراخي برج السرطان كونوا أكثر وعي على الطرقات خاصة في السفر داخل المدن ما تدخلوا في نقاش حاد أو مع أخ أو مع جار بسجل لقاء مهم أو اتصال مفيد خلال هذا النهار بتجري أبحاث أو مفاوضات ناجحة بتقوم بزيارة أو بتلاحق عمل ملح أو ضروري خلال فترة النهار وبتكون لصالحك هاي توقعات القمر أما بالنسبة لنظرتنا لخارتك الفلكية منشوف أنه اليوم أنت شوي مزاجك عكر عندك نوع من الحدية في طباعك عندك نوع من أنواع العصبية ردات فعلك مش متوقعة نفسيتك مش مرتاحة عندك قلق مالي أو إشي بشغلك إلو علاقة بالفواتير أو بزعجك إلو علاقة بالفواتير أو المطالبات المالية يعني لغاية المساء لشوي الأجواء بتصير مريحة ممكن يجيك دعم أو تجيك مساعدة بالنسبة لتنقلاتك بدك تحذر خصوصا فترة الظهر للعصر يعني فيه شوية ارتباك في البيت الثالث عندك ممكن تتعرض لعطل في سيارة أو في تليفون أو في جهاز إلكتروني أو أنك أنت تتحمس لمدة ساعتين ثلاثة بالقيادي والمغامرة وهذا يعني فترة خطر إحنا منسميها ما تغامر على مستوى البيت شوي لسه الأوضاع مشحونة في عندك نوع من أنواع المشاحنات الداخلية في البيت مع أخ ممكن مع أم مع أطفالك ممكن أو نوع من أنواع القلق في عندك أشياء فيها أعطال في المنزل بدأ رح تهتم فيها بعض المصاريف اللي إلها علاقة في المنزل ولكن دك تحافظ على عصبيتك إنها ما ثورش بالنسبة لبيتك الخامس البيت العاطفي برضو نفس الشيء هي أمور محايدة يعني على طبيعتك أنت كيف بتتعامل معها بتمشي معك ولكن فترة العصريات دك تنتبه من الحدية اللي ممكن تجيك بفترة إيجابية واستغل المساء للمصالحة إن بدر هذا الشيء منك بالنسبة لبيتك السادس شوي الصحة بدها مراقبة إذا حسيت بأي شيء إلو علاقة بالصحة حاول إنك تهتم فيه مش إشي بخوف مش إشي عنيف جدا ولكن يعني ممكن بعض الأشياء هيك تظهر على الساحة بشكل عرضي إذا كان عندك مشاكل بالعمل فحاول إنك أنت ما يستفي الزوق لأنه عصبيتك شوي رح تكون زايدة وما تقصر في عملك لأنه هاي أمور مطلوبة منك والعينة مفتحة عليك بالنسبة لموضوع الشراك المالية والعاطفية شوي الأمور حادة عندك وعندك نوع من أنواع العصبية وإذا كان في عندك توقيع أوراق إلها علاقة بهذا الموضوع بدك تكون دقيق جدا وتدقق عليها بشكل إيجابي جدا على أساس أنه ما يصير في أي أخطاء وتتحسب عليها بالنسبة لبيتك الثامن بدل على أنه أنت الفترة هاي معرض لأحلام الأحلام هاي ممكن تيجي على شكل كوابيس أو رسائل بتخوف ما تقلق منها هاي مجرد أضغاث أحلام ما إلها أي تفسير أو إلها أي معاني وما تخاف من شيء لأنه ما في شيء بخوف ما تهتم في هاي الأشياء بالفترة هاي لأنه كثرة الأفكار هي اللي بتولد هاي الأمور بالنسبة لبيتك التاسع اللي عنده امتحان أو مقابلة أو مقبل على سفر أو حاب أنه يدم لفيزا من خلال سفارة لهجرة لسفر ممتازة جدا وبتكثر عندك الاتصالات لأنه بشغلك تقريبا الخارج أكثر من الداخل يعني الدول الخارجية أكثر من البلد اللي أنت فيها بالنسبة للأمور اللي إلها علاقة بالامتحانات اللي عنده امتحان أو عنده مقابلة اليوم رح ينجز فيها إنجازات حلوة ولكن بدك تنتبه على الصعيد النفسي أو الاجتماعي من العصبية وبدك تنتبه أثناء تعاملك مع رؤسائك في العمل من العصبية والحدية والطباع اللي ممكن إنها تثير القلاقل أو إنها تثير أعصابك حاول تمسك حالك أو مع زملائك في العمل وحاول تنجز أعمالك على يد ما بتقدر وإن صار عندك دعوة لمناسبة أو لحفلة حاول أنك أنت برضو ما تتهور في الانتقاد لأن الانتقاد هذا ممكن يتسجل عليك حتى لو كان الاجتماع أي اجتماع كان بأي مناسبة إن كان فرح أو ترح بالنسبة لبيت متعبك ما في أمور تذكر يعني أنت الأمور مسيطرة عليها خلال هذا النهار يعني لا في حضوظ معك ولا إشي ضدك يعني على حسب أنت ما بتتصرف على حسب أنت ما بتلاقي برج الأسد حاولوا أنك تخففوا من النفقات قدر المستطاع تعدوا عن المشتريات الغير ضرورية وإحرصوا على ملكوا من الضياع أو السرقة بتناقش موضوع مالي لا تتسرع في أي استثمار قبل مراجعته وأخذ التفاصيل عنه ما تبذر أموالك كون عاقل ومتيقظ يبل ما توقع على أي عقد وحدد أهدافك هذا القمر اللي بيحكي لك هيك أما بالنسبة لإلي أنا شو رح أحكي لك من خلال خارطتك الفلكية فبحكي لك أنه بيتك الأول شوي الأمور عندك هيك فيها نوع من أنواع العصبية والحدية ردات فعل غير متوقعة نفسيتك شوي متأثرة أو لأنه أنت حسسيتك زيادة فممكن أن عصبيتك الثور في أي لحظة بدك تمسك أعصابك إذا طاقتك شوي ضعيفة حاول أنك أنت تشحن نفسك بطاقة إيجابية بأي شيء مفرح بالنسبة لوضعك المالي أنت تقريبا مسيطر على الوضع ممكن اليوم يجيك نوع من أنواع الدعم أو نوع من المساعدة أو أهدية أو ممكن يجيك على شكل عمل إضافي إذا كان في فواتير أو أمور هذه بتقدر أنك أنت ترتب أمورك بشكل إيجابي أما بالنسبة للتنقلات والاتصالات الأمور عندك مستقرة يعني على حسب ما أنت بتعمل على حسب ما أنت بتلاقي فيها إذا كان عندك امتحان أو مقابلة مش بحاجة للجهد الكبير وما تحاول أنك أنت تنسب لحالك أنه أنت عندك الفكرة الكاملة بهاي الأمور لأنه ممكن أنه شوي تنحط في مأزق معين خصوصا في ساعات العصر حاول أنك أنت تتحرك بعقلانية أكثر على مستوى البيت الأمر هادي جدا الأمور أنت مسيطر عليها تماما ما في أي مشاكل تذكر يعني شوية إيجابية ممكن أو غدوء يصير في ساعات العصر برضو يساعدك هذا الأمر ولكن على المستوى العاطفي أنت مشحون جدا يعني ممكن تنزعج أو شوية تكون عندك ردات فعل عصبية خصوصا اتجاه أحبابك أو اتجاه أحد أبنائك أو اتجاه أحد المقربين لا إلك داخل البيت أو داخل حياتك العاطفية حاول أنك تمسك حالك وما تنفعل زيادة وما تعتمد على الحظ كثير خلال هذا النهار على مستوى العمل اللي عيون مفتحة عليك حاول أنك أنت ما تتقاعص بعملك ما تتأخر حاول أنك تنجز الأعمال المطلوبة منك راقب صحتك حاول أنه أنت لو شعرت بأي شيء غير اعتيادي مش غلط أنك أنت ترتاح أو تراجع طبيب على مستوى الشراك المالية والعاطفية أمورك مستقرة تقريبا الدعم موجود في أي وقت ممكن أنت تحتاجه وتلاقيه بالنسبة للمعاملات أو المشاريع إذا في أوراق بدك توقعها اليوم ما تتأخر فيها لأنه اليوم مناسب جدا على مستوى بيتك الثامن الأمور مستقرة لا إيجابية ولا سلبي رغم أنه في شوية أشياء هيك ممكن تنغص عليك من ذكريات أو أخبار أو نقاشات ممكن تحتد فيها حاول أنك تمسك عصابك على مستوى الدراسة والسفر والهجرة والقضايا الأمور مستقرة تماما وإنت مسيطر على الوضع وفي شوية حظوظ في هذا الاتجاه وممكن إذا أنت مدين أشخاص وبدك تطالبهم هذا يوم شوي في إيجابية لصالحك على مستوى العلاقات الاجتماعية حاول أنك تمسك حالك لو أنت تم انتقادك من أحد زملائك أو من رئيسك بالعمل حاول أنك تمسك عصابك ما ثوره ما تعصبه ما تخذ الأمر بحساسية يعني الأمور هاي رح تكون مش لصالحك لأنه أنت بوضع عصبي وهذا بتسجل عليك بالنسبة لدعوات ممكن أنت اليوم تندعي لدعوة لاجتماع أصدقاء للقاء أصدقاء لا حفلة لمناسبة بتشعر بالإنبساط والفرح فيها بشكل كبير جدا ولكن بدك تنتبه لحالك أنه يعني ردات فعلك ممكن يكون مبالغ فيها وحساسيتك المبالغ فيها هاي تسبب لك بعض الإحراجات أو بعض المشاكل أنت بيغنى عنها لأنه أنت مش بحاجتها أصلا وفي نفس اللحظة ممكن تكسب أعداء أنت من وراء هذا الإشي فأنت بيغنى عن هاي الأمور حاول لك تسيطر على ردات فعلك وإنفعالاتك برج العدراء تشعر اليوم بثقة كبيرة بالنفس وقدرة على السيطرة على زمام الأمور بتكون شوي في عندك نوع من أنواع تميز بأداءك للفترة واعدة بخبر أو تسوي أو انطلاقة لمرحلة جديدة تطرح أفكار جديدة تجتهد على إنجاح مشروع جديد في حماس واضح في الأفكار هذا بالنسبة لوضع القمر وإيش بحكي لك ولكن إيش الخارطة الفلكية بتحكي لك اللي شايفه أنا أنه شوي نفسيتك اليوم مش زي مبارح يعني يوم أمس كان شوي في عندك نشاط اليوم هذا يعني خفتت طاقتك شوي عندك نوع من أنواع العصبية وردات الفعل نفسيا مش مرتاح في أشياء مش غلي فكرك نوع من الحساسية ممكن الحساسية النفسية أو ردات الفعل البيت الثاني عندك المالي شوي مسيطر عليه بالنسبة للأمور إذا فيها فوترة أو إعادة تنظيم لأوراق معينة أو دفعات معينة أنت رح تقدر تسيطر على الأمور بشكل إيجابي وممكن يجيك هدية أو دعم مالي من عمل إضافي بالنسبة لبيتك الثالث عندك نشاط عندك اتصالات عندك سرعة بديهة عالي جدا عندك قدرة إقناع عالي جدا ممكن أنك أنت تستغلها وإذا عند حد من اللي أنتو بتعرفوه امتحان أو مقابلة اليوم رح ينجز إنجاز هائل جدا خصوصا لو كان من برج العذراء أما على مستوى البيت فالوضع عندك شوي مأساوي في شوية ضغوطات في البيت في عندك شوية التزامات منزلية في شوية حدية داخل البيت مش مريحة لأمور مثل ما أنت بدك يعني شوي بدك تمسك أعصابك وردات فعلك ممكن يطلع لك شوية عطال منزلية أنت بحاجة لصيانتها أو تصليحها أو دفعات بالاتجاه هاد ولكن اللي شايفه أنا أنه مشاكلك مع شريكك في البيت هو اللي رح تكون ظاهرة على الساحة أكثر إشي أو المشاكل العاطفية هي اللي رح تكون ظاهرة على الساحة بشكل واضح جدا حاول أنك تمسك حالك وما تعصب لأنه الفترة مش مناسبة بالنسبة لوضع العمل يعني أنت بتعتمد على المساعدات وعلى الأشخاص اللي بيساندوك وبيغطوا عليك حاول أنه أنت تنجز اليوم اللي بتقدر عليه من العمل وضعك الصحي ما في أي قلق إلا أنه يمكن في ساعات المساء شوي هيك تحس ببعض الإطراب الصحي الأمور بتمر بمرور الكرام بيتك السابع الشراكي لا معك ولا عليك على حسب اجتهادك بتلاقي فيه على بيتك الثامن الأمور مستقرة شيئا ما ولكن بدك تنتبه من أحلامك شوي أحلامك ممكن أنها تورطك وبدك تنتبه من أغراضك من الضياع أو السرقة أو فقدانها فحاول أنك تتفقد كل شيء بشكل إيجابي اللي عنده سفر أو عنده تنقلات أو اتصالات اليوم هذا بالنسبة له يوم إيجابي جدا حتى لو أنه فكر أنه يدم لا معامل إلى سفارة فالوقت مناسب مش إيجابية مطلقة ولكن أنه برضو لصالحك حتى في اتصالاتك الخارجية ممتاز جدا اللي عنده قضية قضائية ممكن أنه شوي يعني الأمور تكون بالشكل على حسب الأوراق اللي أنت بتقدمها تكون معك بالنسبة لبيتك العاشر بيت السمعة شوي بدك تدير بالك من عصبيتك وردات فعلك وممكن في هذا اليوم أنه شوي أقول لك أنه ما تخالف القوانين لأنه مخالفتك للقوانين هاي ممكن أنها تنمسك أو تنكشف فما تعتمد على ذكاك أما بالنسبة لبيتك 11 اللي هو بيت الرغبات والأماني والصداقات فاليوم عندك نشاط واضح ولكن بدك يدير بالك من ردات فعلك وما ترفض الدعوات اللي بتتوجه لك حاول أنك تختلط في الناس عشان تطلع من الجو اللي أنت فيه أما بالنسبة لبيت متاعبك فبدأ أقول لك أنه في عدو بتربص لك إذا كنت أنت متخاصم مع أحد أو أحد في خلاف بينك وبينه فما تأمن شره ما رح ينسلك إياها فممكن أنه هو اللي بكيد لك في هاي الفترة حاول أنك أنت تأمن شره وحاول أنك أنت تكون مركز مزبوط وما في داعي لثقة لزيادة بالنفس لأنه ممكن هذا الإشي ينعكس سلبا عليك برج الميزان بالنسبة لوضع القمر يعني في بيت متاعبكم فبيحكي لكم أنه بتطلب منكم هذا اليوم لانتباه جيدة خصوصا لصحتكم بسيطر التعب الشديد عليكم تفكر في إلغاء الموعيد أو الابتعاد عن الأضواء احمي نفسك من المحتالين ابتهدأ الوتيرة وبتتراجع الأرباح والحيوية فترة محبطة جدا ومخيبة للآمل أما بالنسبة لخارطتك الفلكية أنا بحكي لك لا يعني بحكي لك أنه لا شوي أنت نفسيتك اليوم أحسن عندك نوع من أنواع النشاط عندك ثقة بنفسك عالية وأمور المالية أنت مسيطر عليها وضعك المالي فوتيرك يعني حتى أعمالك أنت قادر أنك أنت تسيطر عليها خصوصا الأعمال الإضافية بس بدك تنتبه أثناء التنقلات من السرعة أو الانفعال أو المغامرة أو السهو أو الطيش إذا كان عندك مقابلة بدك تستعدلها بشكل ممتاز جدا ما تعتمد على قدراتك الذهنية والفكرية لأنه ممكن يخونوك بالفترة هاي لأنه عندك تشتت ذهني بالنسبة لبيتك الرابع الوضع مش مريح يعني وضع البيت شوي فيه نوع من أنواع المشاحنات بعطي أنه شوية خلافات على مستوى البيت مع أخ أو مع أب أو مع أم بعض الأعطال المنزلية ممكن مشكلة مع أحد الأبناء حاول أنك أنت تحلها بشكل هادي بالنسبة للأمور العاطفية ما لا هي معك ولا هي ضدك يعني الأمر الروتيني العادي اللي أنت ماشي عليه بالنسبة لوضع العمل شوي فيه نوع من أنواع الصعوبات ما تتكاسل وما تتراخل وما تتأخر عن عملك لعيون فتح عليك بشكل واسع جدا في مجال العمل وفي نفس اللحظة بدك تنتبه على وضعك الصحي بالنسبة للبيت السابع بيت الشراك المالي والعاطفية الأمور شوي لصالحك فيها نوع من أنواع الإيجابية اليوم بالنسبة لبيتك الثامن شوي ما تعتمد على أحلامك ولا على أفكارك ولا على وساوس اللي بتجيك حاول أنه أنت تتخلص منها حاول أنك تراقب نفسك مزبوط وحاول تنتبه لأغراضك من الضياع أو السرقة بالنسبة لبيتك التاسع إذا عندك امتحان أو عندك سفر خصوصا في المراحل الاجتماعية على مستوى الجامعة على مستوى اللقاءات الخارجية على مستوى السفر الهجرة المعاملات هاي ممتازة جدا يوم مناسب لإلك دعم لإلك أما على المستوى النفسي والشخصي والدعوات بينك وبين الأصدقاء فشوي بحكي لك أنا بدك تنتبه من ردات فعلك ما تكون حساسة زيادة عن اللزوم وتروح إلا أنت عمل لك حكي لك كلمة أو ردة فعل حساسة جدا فتنقلب الأمور ضدك وحاول أنك تتعامل مع رؤساك بالعمل بالحكمة مع زملائك بالعمل بدون عصبية وبدون انفعال أما بالنسبة للموضوع اللي إله علاقة بالصداقات فاليوم بحكي لك أنه عندك نشاط مع الأصدقاء أو نشاط اجتماعي وممكن يتوجه لك دعوة أو أنت تعمل زيارة الوضع ممتاز جدا ورح يكون مريح بالنسبة لإلك أما على مستوى بيتك الأخير بيت المتاعب فبنحكي لك أنه اليوم مشوي هيك يفي عندك نوع من أنواع الانتقادات أو أنك بدك تبوح بأسرارك لحدا فأنا ما بنصحك لأنه هذا الإشي رح يكون وقت مش مناسب ورح يتسجل عليك وممكن تتحاسب عليه في القريب العاجل فما تبيح بسرارك لحدا في خلال هذا اليوم برج العقرب بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا لأصدقاء ومنكم ممكن نشارك في حفلة أو مناسبة سعيدة أهمش أنك ما تبقى وحيد سارع للمشاركة وإلعب دور بناء في محيطك ومجتمعك تتمتع بحضور لافت وشعبية واسعة رؤية واضحة ما بجوز أنك تتجنب اتخاذ القرار هذا بالنسبة للقمر هيك بحكي لك أما بالنسبة لخارتك الفلكية إيش أنا بحكي لك أنت اليوم عصبي ونفسيتك من الصبح مش مرتاح حاسس أنه فيه إشي مش طبيعي بيصير حواليك قل لي أن عندك نوع من القلق عندك نوع من التوتر الوضع المالي شوي فيه نوع من الأنواع الإيجابية ولكن مش بالشكل المطلوب فيه عندك كثير أفكار في الأمور هاي بالنسبة للي عنده امتحان أو مقابلة بده يستعد بشكل جيد جدا وبده ما يغامر وما يخاطر خلال هذا النهار على مستوى البيت الأمور طبيعية جدا ما فيه أي مشاكل علاقتك مع أبنائك ممتازة علاقتك مع أهلك برضو ممتازة فيها نوع من أنواع الإيجابية الخفيفة أما على مستوى العاطفي فانت حاد جدا اليوم في طباعك وردات فعلك وهذا الإشي ممكن يخسرك حبيبك أو يعمل نوع من الجفة ما بينك وبين حبيبك بدك تكون حذر جدا أثناء التعامل معاه أما بيتك السادس بحكي لك ما تتأخر عن عملك لأنه شوي ممكن هذا يسبب لك نوع من القلق وبرضو بدك تنتبه على صحتك بشكل بسيط أو طفيف أما بالنسبة لبيتك السابع شوي بعطيك نوع من الإيجابية خصوصا من ساعات بعد الصباح نحكي إحنا لفترة الضحى تقريبا بتكون الأمور إيجابية وعندك انطلاقة حلوة اليوم على مستوى الشراك المالية والعاطفية على مستوى الأحلام اليوم أنت أحلامك شوي مش مفهومة ولكن فيها بعض الرسائل الخفية لو ركزت شوي بتلاقيها ممكن تتذكر أنه شوي تدخل في نوع من أنواع المواضيع أو النقاشات أو الفلسفات أو إشي إلو علاقة بالفلسفة أو إلو علاقة بالأديان فاليوم عندك أنت قابلية للأمور هاي شوي عالية بالنسبة للأمور اللي إلها علاقة بالدراسة الجامعية أو السفر الأمور ممتازة جدا عندك نشاط هائل جدا بالاتصالات أو التواصل أو التعارف ممكن يتفكر في أمور إلها علاقة بالسفر هذه فترة ممتازة جدا لهاي الأمور حتى تقديم لفيزا أو هجرة برضو الداعم لا إلك على مستوى العلاقات إذا أنك دعيت لحفلة أو مناسبة اليوم دير بالك من ردات فعلك العصبية وما تتعامل مع الأمور بحساسية وما تنتقد انتقادات لا ذيع تروح إلا أنت مخرب الدنيا كلها حواليكم زعي للناس منك على مستوى بيتك الـ 11 يعني شوي الأمور ممتازة في نوع من أنواع الدعوات ممكن تتوجه لك خلال هذا النهار ما تحاول أنك أنت تخالف شوي بالقوانين حاول أنه أنت تتعامل مع زملائك بالعمل بشكل إيجابي وبدك تنتبه أنه ما تجد حالك الزيادة عن اللزوم خلال هذا النهار ربما أنه الأمور مش مرهقة كثير ولكن أنه أنت شوي لأنه طاقتك بسرعة بتستنفذ فعشان هيك بدك تدير بالك على حالك برج القوس بوسعك المحافظة على سمعتكم وإنجازاتكم القائمة في مجال العمل يوم مناسب للي ببحث عن عمل ما تجازف بسمعتك أو حتى باستقرار وظيفتك اتجنب التصرف الارتجالي ركز بشكل جيد على عمل واحد قبل ما أنك أنت تنتقل لعب الآخر نظم أعمالك عشان تقدر أنت تنجزها بالشكل الكامل هايك القمر بيحكي لك أما بالنسبة لأخارطتك الفلكية خلينا نشوف شو بتحكي لك عندك طاقة هائلة جدا اليوم ثقتك بنفسك عالية جدا شوي عندك يعني طاقة غريبة يحب أنك تطلع وتتحرك وتهتم في نفسك أكثر بلبسك بجمالك بكل شيء بتعلق بنفسيتك اليوم أنت أمورك ممتازة ولكن شوي أنت ممكن أنك تتفشش في الأمور اللي إلها علاقة بصرف المصاري أو في صرف الفلوس بدك تركز عليها يعني بشكل إيجابي لأنه هذا الأمر سلبي بالنسبة لإلك وما تحاول أنك أنت تأجل الأمور اللي إلها علاقة بالالتزامات أو الفواتير لأنه رح تتراكم عندك بالنسبة لتنقلاتك واتصالاتك اليوم عندك يعني بعض التنقلات ولكن مش بالشكل القوي فتحركاتك ما رح تكون كثيرة وراح تكون مقتصرة على أشياء معينة اللي هي الأشياء المهمة سرعة بديهتك ممتازة جدا خصوصا رح تفيدك في ساعات الظهر وإن مفتح معك نقاش فأنت عندك القدرة على الرد بس أهم إش إنه ما تعصب بالنسبة لبيتك الرابع لغاية الصبح ما في أي مشاكل عندك ولكن في فترة النهار بدك تدير بالك لأنه أنت عصبيتك شوي رح تحتد في بعض المشاكل المنزلية رح تصير ممكن مع أحد الأبناء أو مع أم أو مع أخ فحاول أنك أنت تمسك حالك ممكن بعض الأعطاء للمنزلية تظهر على الساحة حاول أنك تحلها بسلاسة بدون عصبية أما بالنسبة لبيتك الخامس بيت العاطفي ما تحاول تفرض رأيك وسلطتك على الحبيب لأنه هاي ممكن شوي تخسرك الحبيب أو تخلي جفى ما بينك وبين الحبيب بالنسبة لبيتك السادس إذا في عندك مشاكل في العمل اليوم بتقدر تحلها خصوصا إذا كانت مع زميل في العمل أو مع رئيسك في العمل واللي عنده فرق يعني عمل أو حاب يقدم على عمل جديد هذا اليوم شوي في نوع من أنواع الإيجابية مش الكبيرة ولكن أنه شوي بتكون لصالحك على مستوى الشراكة المالية والعاطفية ممتاز جدا تقدر أنك أنت تحل أي مشكلة وإذا كان في الأمس ما في قدرة على حلها اليوم بتقدر أنك ترجع شوي ممكن أنك تقدر تحلها على مستوى أحلامك شوي فيها نوع من أنواع الخربطات وساوس ممكن تجيك أفكار تيجي لرأسك مش مزبوطة لا تترك الهواجس أنها تسيطر عليك أو الأفكار السلبية على مستوى السفر والالتصالات البعيدة والمحاكم والقضايا اليوم إيجابي جداً تقدر حتى أنك أنت تقدم لا فيزا أو لا هجرة أو لا حتى أنك تفكر في مشروع السفر فالفترة إيجابية جداً على مستوى البيت العاشر عندك المستوى الاجتماعي والمركز الاجتماعي وعلقتك برؤسائك بالعمل فهي شوي هاي مضطربة ممكن شوي يكون فيه نوع من أنواع الصدام مع رئيسك في العمل أو مع أحد الزملاء في العمل فبدك تنتبه من هاي النقطة ممكن يتوجه لك دعوات اليوم لسهرة أو لمناسبة معينة رح تكون متألق فيها ورح تفرض حالك بشكل إيجابي جداً ورح تكون مبسوط من النتائج اللي رح تكون فيها أما بالنسبة لبيت متاعبك فشوي هاي بتركز على نقطة أنه أنت طاقتك بتكون ضعيفة شوي فحاول أنه ما تجهد نفسك زيادة عن اللزوم حاول أنك أنت ما تنفتح زيادة عن اللزوم على اللي حواليك يعني حاول أنه يخلي فيه لك خصوصية معينة ما تكشف أسرارك لحده شوي ممكن حد يستفزك بنقطة لها علاقة بسر أو بشيء أنت مقتمنه عليه حاول أنه أنت ما تنجر وراء هذا الاستفزاز عشان ما تكثور ثورة عارمة حاول أنك تسيطر على نفسك برج الجدي بتنشطوا في السفر والتنقلات والاتصالات بتكونوا أكثر وعي على الطرقات خاصة أثناء قيادة السيارات بين المدن اندفاعك وحماسك ممكن يتركوا بعض الانطباعات الحلوة عنك بسبب حيويتك الفائضة تطمئن خواطرك تختفي هواجسك فترة إيجابية جدا ما تضيع الفرص عليك هذا بالنسبة لتوقعات القمر لا إلك أما بالنسبة لتوقعاتنا لخارطتك الفلكية فبحكي لك شوي أنت يعني رح يكون عندك نوع من أنواع القلق أو شيء مشغل فكرك شوي بيضغط على طاقتك على نفسيتك على نشاطك بالنسبة للوضع المالي اللي ما زلت أنت مسيطر عليه ووضع الفواتير أنت مسيطر عليه بشكل إيجابي ممكن اللي بيشتغلوا بأي شغل إضافي أو عمل إضافي ممكن ينجزوا إنجازات حلوة كثير وتكون لصالحهم على مستوى التنقلات والاتصالات بتكونوا حذرين على الطرقات من أعطال في سيارة أو بتليفون أو في أجهزة اتصالات أو حتى في طريقة التواصل مع الناس أنه تكونوا عصبيين شوي بتكونوا حذرين هذه فترة ما تعتمد على ذكائك وسرعة بديهتك في النشاطات اللي فيها مقابلات أو فيها نوع من أنواع الحوارات لأنه عصبيتك رح تضغاء وأخطائك رح تكثر فبدك تكون حذر وكون مستعد على مستوى بيتك الرابع الوضع مش مستقر في عندك بعض المشاكل الداخلية في المنزل ممكن أعطال منزلية ممكن مشاكل مع أحد الوالدين أو أحد الإخوة أو حتى مع الزوج أو الأبناء فبدك تكون حذر من ردات فعلك العصبية وحاول أنك تتجاوز الفترة هاي بلباقة وسرعة بديهة عالية بيتك الخامس بيت العاطفي عندك ممتاز جدا اللي عندهم حب أو حبيب ممكن اليوم يكونوا نشطين بهذا الاتجاه رح يكون يوم إيجابي بالنسبة لأمورك اللي إلها علاقة بالعمل وضعك هو هو يعني على حسب نشاطك أنت واجتهادك رح تلاقي هاي الأمور ولكن في ساعة المساء بدك تنتبه من أي عارض صحي هو عارض سريع وبنتهي سريع فما تقلق من هذه المشكلة أما بالنسبة للشراك المالي والعاطفي فهي إيجابية ما في أي مشاكل أنت مسيطر على الوضع وصاحي لكل التصرفات اللي بتصير حواليك وبرضو مدقق بشكل إيجابي على كل صغيرة وكبيرة أما بالنسبة لبيتك الثامن شوي أفكارك السودة هاي وأحلامك وأضغاث الأحلام ممكن تسيطر عليك خلال هذا النهار حاول أنه أنت ما تستسلم وتفقد كل أوراقك بشكل إيجابي ما تحاول أنه أنت تعتمد على ذكائك لأنه ممكن يضيع أي شيء أو يضيع منك أي شيء لو حط طلب منك تسليف أو سلفي خلال هذه الفترة حاول أنك تدرس الموضوع بشكل صاحي شوي لأنه ممكن إذا داينت وهي الفلوس ما ترجع ودرس وضعك هل أنت بإمكانك أنك تدين أو لا على مستوى البيت التاسع عندك اتصالات واللي عنده سفر اليوم رح ينجح بسفره اللي بده يقدم لفيزا أو سفر النتائج إيجابية اللي عنده محكمة برضو يوم إيجابي جدا اللي عنده امتحان على مستوى الجامعة رح يكون إنجاز رائع جدا الحضوظ بتلعب معك بشكل موفق على مستوى البيت العاشر شوي هيك بدك تنتبه أثناء التعامل مع رؤسائك بالعمل أو زملائك بالعمل لأنه عندك شوية حدية في طريقة التعاطي معهم فهذا الإشي ما دخلي يكبر ويزيد على أساس أنه ما ينحسب عليك بالنسبة للعلاقات الاجتماعية شوي هي بالشكل الطبيعي ممكن أنت تعمل زيارة خاصة لبعض الأصدقاء أو الاتصال في بعض الأصدقاء ولكن بالنسبة للدعوات والحفلات ما شايف أنك أنت رح تتعاطى مع الموضوع بشكل إيجابي يمكن أنت ما إلك نفس أو مشغول بإشي ثاني بالنسبة لبيت متعبك بالعكس هو إيجابي جدا أنت متفائل جدا وبالعكس يعني الأمور لصالحك تماما وممكن عندك شخص أنت الآن ظهر في حياتك تقدر تأتمنه على سرك وهذا الشخص ممكن أنه ساعدك بالخفاء أو بطريقة سرية جدا وبدعمك بشكل ممتاز جدا حاول أنك تحافظ عليه مرج الدلو اتفحصوا حساب مالي مشترك وخففوا من النفقات صحتك أو صحت قريب لكم بحاجة للرعاية كون مرن ما تتنازل عن حقك شرط الامتناع عن فرض الرأي أو التسلط ابحث عن الحلول اللي بترضي مختلف الأطراف ما تهم الملف ولا قضية هذا القمر هيك بيحكي لك توقعاته بالنسبة لهذا النهار أما بالنسبة لخارتك الفلكية بتقول لك أنه بالنسبة للوضع الشخصي أنت أمورك يعني شوي هي لم نقول سلبية ولم نحكي أنها إيجابية يعني هي يعني كاروتين عادي أنت ما شايفية شوي عند الظهريات بتكون أشياء إيجابية لصالحك الوضع المالي نفس الشيء برضو نفس الأمور ما في لا شيء ضدك ولا شيء معك يعني على حسب الأمور المعتادة أنت بتقدر تتأقلم معها أو تأقلمها على وضعك بالشكل اللي أنت بدك هي على مستوى التنقلات والاتصالات والتحليلات فأنا بحكي لك دير بالك لأنه شوي أفكارك مش متزنة فممكن تتسرع بالحكم وممكن تتسرع بالنطق فهذا الإشي رح يشكل لك بعض المشاكل على مستوى البيت أنت مسيطر على الوضع تماما ما في أي مشاكل بالعكس الحظ بلعب معك بشكل إيجابي داخل المنزل على مستوى العاطفي والأبناء والزوج أو الحبيب هاي الفترة برضو نفس الشيء على حسب تصرفاتك ممكن تنعكس الأمور ولكن عند العصر بدك تنتبه من بعض الحدية هيك في نبرد صوتك ممكن تخلق لك بعض المشاكل حول أنك تنتبه من ردات فعلك على مستوى العمل برضو نفس الشيء في دعم من زملاء إلك أو زميل إلك بالعمل أو مديرك بالعمل ممكن بدعمك باتجاه معين فالأمور رح تمشي بشكل إيجابي وضعك الصحي طبيعي جدا على مستوى الشراك المالي والعاطفي ممكن ينعرض عليك شيء أو مساعدة معينة من شريك فهاي الفترة ممتازة حتى لو كان المشروع هذا أنت مش دارسه ولكنه أكيد رح يكون لصالحك بما أنه الوضع الفلكي إيجابي وبدك تنتبه لأغراضك من الضياع أو السرقة من هويتك تنساها في مكان محفظتك تنساها في مكان أو مفاتيحك مثلا حاول أنه أنت تسيطر على انفعالاتك أثناء النقاشات والحوارات ممكن أحلامك شوي ما تكون متزني خلال هذا النهار بدك برضو تنتبه لها على مستوى السفر والاتصالات البعيدة عندك نشاط هائل جدا 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 لدرجة أنه لو عندك امتحان اليوم رح تبدع فيه لو عندك مقابلة مع مؤسسة خارجية أو مؤسسة دولية برضو رح تبدع فيها اللي عنده السفر رح يكون موفق بسفر اللي بشتغله في مجال الاستيراد والتصدير بتوفقوا اللي عندهم قضايا بالمحاكم برضو القضايا ممكن اليوم تتخذ تروح اتجاه لصالحك انت اكثر من اي شخص اخر اما بالنسبة للبيت العاشر بعطيك نوع من انواع الحدية في التعامل مع رؤسائك في العمل او مع زملائك في العمل شوي بيأثر عليك وحتى في المركز الاجتماعي ما بينكم ما بين علاقاتكم مع الناس اما بالنسبة للبيت 11 برضو ايجابي جدا ممكن دعوة او زيارة من صديق او صديق يدعوك لسهرة او لمكان او لغدى مثلا او راح يكون عندك نشاط هائل جدا حاول انك انت تلبي هاي الدعوات لانها هاي بتفرغ شوي من الطاقة السلبية اللي موجودة عندك اللي انت بحاجة لتفريغها على مستوى بيت المتاعب شوي حاول انك تسيطر على انفعالاتك لانه شوي عصبيتك حادة حاول انه انت ما ترهق حالك الزيادة حاول انه انت ترتاح شوي وبرضو في حال انه انت حبيت تفضفض دير بالك انك تفضح سرك او تكشف سرك لحد لانه الفترة هاي مش مناسبة للك برج الحوت بتتركز جهودكو حول البحث عن قاسم مشترك بجمعكم بالشركاء سواء في العمل او في العاطفي كونوا اكثر تفاهم لوجهة نظرهم نسق بين مختلف الواجبات حافظ على هدوءك الكامل هاي الفترة شوي فيها نوع من انواع الضغوطات الاوضاع ممكن انه تصعب عليك لو انت تعملت معها بحد هيك القمر بحكيلك ولكن خلينا نشوف احنا خارطتك الفلكية شو بتحكيلك يعني نفسيتك شوي تعبانة مش مرتاحة كثير حاسس انه طاقتك ضعيفة ما عندك نفس تعمل اي شيء وانا ضد هذا الشيء يعني انا بديك تكسر هاي الحواجز وتحاول انك تنشط نفسك على المستوى المالي الامور ممتازة يعني مسيطر عليها بالشكل الايجابي فيه نوع من انواع الدعم بس مش هالدعم الكبير يعني نوع من انواع المساعدات عمستوى التنقلات والاتصالات اليوم حافل عندك الاتصالات والتنقلات والنشاطات عندك التزامات كثيرة ممكن تدخل بأي نقاش سرعة بديهتك بساعدك على مستوى البيت انت مسيطر والوضع ايجابي بتميل الكفة لاتجاهك مستوى العاطف لنفس الشيء انت مسيطر على الوضع كمان بشكل ايجابي برضو بتعامل بروتين ولكن برضو في نفس اللحظة عندك قدرة على السيطرة على الامور الامور بين ايديك مستوى الشراك المالية والعاطفية برضو مسيطر عليها برضو لصالحك بتصب في كفتك وبتعطيك دافع ممتاز جدا مستوى بيتك الثامن شوي الامور فيها هيك يعني نوع من الخربطات ولكن بدك تنتبه من احلامك ممكن احلامك اللي تحلم فيها الليلة هيكون الها معنى حاول انك انت تركز فيها مزبوط لانها ممكن تكون لصالحك وممكن تجدوا اشياء انتم كنتم ضيعينها بالسابق رسائل او اوراق مهمة او مفاتيح او فلوس ممكن فلوس انتم مدينينها لناس ترجعلكو خلال هذا النهار على مستوى الامتحانات والاتصالات والسفر عندكم نشاط هائل جدا اليوم الاتصالات الخارجية والتواصل مع ناس بالخارج او مع مؤسسات تعليمية واللي عنده امتحان اليوم رح يبدع ابداع كامل خصوصا على المستوى الجامعي بالنسبة للبيت العاشر اللي هو العلاقة بزملاء العمل ورؤسائك بالعمل يعني هذا شوي لا معك ولا عليك يعني الامور على حسب تعاملك انت بتحصل يعني الامر اليوم مستقر بتمشي الامور بشكل سلس على مستوى العلاقات الاجتماعية حاول انه انت لو دعيت لحفلة انك ما تتعامل بعصبية ما يكون لك ردات فعل تتسجل عليك لانه ممكن باي ردة فعل انت تخسر صديق والخسارة في الايام يعني بتنحسب عليك ما بتنحسب للك بالنسبة لبيت متاعبك حاول انه انت تريح نفسك ما تجهد نفسك كثير وبرضو على مستوى التوقعات القمرية يعني القمر موجود بالعذراء فهذا شوي بضعف من طاقتك طاقتك مش مكتملة فعشان هيك انت بحاجة للراحة لا تستجمع قواك هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله اعلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء لعنه وحفظه اشهد انت